أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نمطيكم فيديو حصري وهي طريقة سحرية وبسيطة جدا لمعرفة اللد العاطل في شمعات ومصابيح اللد بكافة أنواعه هاي الطريقة أنا سميتها طريقة الأصبع السحري طريقة جدا بسيطة لمعرفة اللد العاطل في المصابيح والشمعات اللد وهاي الطريقة عن طريقة تستطيع تصليح أي مصباح لد صغير أو كبير وأي نوعية من نوعيات شمعات اللد هاي الموجودة تقدر تصلحها حسنا نجي نعلمكم الطريقة ما ريد نطول عليكم الفيديو الطريقة تتلخص إنه بالنسبة للمصابيح اللد بالنسبة للمصابيح اللد مثل ماذا تشوفون تجيب هولدر حتى تقعد بين مصباح العاطل حتى تفحصي بس الهولدر ما مربوط 220 تربطة 110 الهولدر تربطة 110 يعني مصباح سيرياز ويروح للكهرباء الغرض من الربط السيرياز الغرض من الربط الهولدر بالسيرياز هو أفضل حتى أول شي انت مؤمن نفسك ومن الصعقة الكهربائية وأي شورت يصير بالمصباح رأساً لحيش تعيي للقلوب فالسيرياز مهم جداً في عملية الفحص هسا نبحاث نبدي بالبداية هسا فتحنا لكم ثلاث مصابيح هاي ثلاث مصابيح اللد نبدي بالصغير ونعلمكم طريقة الاصباع السحرية بفحص المصابيح العاطلة ومعرفة اللد العاطل شوفوا اخواني هسا هذا مصباح عاطل مربوط شوان تعرف اللد العاطل مجرد تجيب اصباعك تخليه على اللد العاطل اللد العاطل راح يتبين اللد العاطل ما يشتغل اللد السليم راح يشتغل نقول بسم الله هسا هذا اسود صاير شوفوا النقطة السودة شوفوا شون اشتغل مجرد خلينا اصبعنا على اللد العاطل اشتعل جميع المصابيح اللدات اي لد اي لد عاطل ما راح يشتغل هو اللد الوحيد العاطل هذي شوفوا مجرد وضع يدينا هاي طريقة السحرية او طريقة الاصباح السحرية لمعرفة اللد العاطل فهذا هسا المصباح بلد عاطل واحد اللي هو هذي مجرد خلي ايدك عليه شوف كافة اللدات لح تشتغل طبعا ما تنتل لا تخاف لان هاي فولتية دي سي قليلة ما ينتل هذا المصباح الاول الصغير اللي هو هذي نجي على المصباح الكبير هذا المصباح الكبير ونشده بالهولدار نشده بالهولدار ونور جان فحصة هسا شدينا اللد العاطل بنقطة سودة تصير تقدر تعرفه من النظر فمجرد تخلي ايدك عليه على اللد العاطل شوف اش كم لد عاطل تبين عدنين هذا واحد عاطل هذا اثنين هذا ثلاثة هذا اربعة هذا خمسة وهي الخلع علي اصبعي ستة هاي طريقة الاصبع السحرية لا تخاف ما تنتل يعني ما منتول بس تعزن نفسك عن الارض تعزن نفسك عن الارض يعني تقعد على زولية على بطانية على خشبة على بلاستيك تعزن نفسك شوف اساها هسا واحد اثنين ثلاثة هاي ثلاثة لدات عاطلة ما مشتعله وهنا اثنين خمسة وهي خلع علي اصبعي ستة شوف شيرت اصبعي راحت انطفت فهاي طريقة الاصبع السحرية مثل ما تشوفون اتحدد لك مباشرة اللد العاطل هسا ورما عرفنا هاي الشغلة هالا طريقة اللد العاطل فمسي تربطه سيريز الهولده تربطه سيريز يعني مصباح تخلينا تخليه بالكهرباء هذا بالنسبة الي هذا كل اللدات شغالة وهما نجربها هذا القلوب الثالث الوسطاني كل اللدات عاطلة يلعبوا كل اللدات شغالة شوفوا خلينا يدين على عيلة شغال شوفوا كلها اشتغلت كلها شغالة عبان هاي الطريقة طريقة الاصبع السحرية طريقة ناجحة وسهلة وبسيطة جدا لمعرفة واصلاح مصابيح اللد والشمعات وشمعات اللد هسا نجعل شمعات اللد نوخر السيريز اشتغل نخليه على الهولده لكي نفحص بي مصابيح اللد هسا هاي عدنا شمعات اللد هذا الواير يروح ميتين وعشرين قلنا نربط السيريز وبنقان الميتين وعشرين احسن افضل افضل شوفوا اخواني ربطناها هسا شو تسوي شوفوا كل شمعة بها كارت هذا الكارت يغذي هاي المجموعة من اللدات الى الاخير متى ماذا تشوفون ولنفس الوقت الكارت يغذي المجموعة الثانية او الشريط الثاني اذا كل شمعة لد بها شريطين شريط اول وثاني شريط اول وثاني ويغذيها كارت يكون جوا بالداخل هسا اذن ثلاثة اه ثلاثة شمعات اه اه اطلاي وجاي نحاول اه نفحصها اه شوفوا اخواني طريقة الفحص كلش بسيطة مجرد تضع ايدك اهنانة على دخول اللدات مجرد تضع ايدك مو على اللد على دخول اللدات لا تخاف ما تنتل فلح يتوهج اللدات وتعرف اللد المحروق شوف اخواني هسا خلي اصبعي هنا خليت اصبعي شوف اول واحد محروق هذا محروق رأساني بين اللد المحروق هذاني اربعة محروقة شوفون بس احنا على الشريط بس والبقية شوفوا كلها مشعولة كلها مشعولة اذا هنا انا اربعة متى النتل وهنا واحد وهنا واحد شلنا ايدنا واحد فهاي اخوان طريقة الاصبع السحرية لمعرفة اللد العاطل وتبديله لصيانة المصابيح اللد وصيانة شمعات اللد لا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فا اخواني هاي الطريقة هاي طريقة حصرية واي شخص يحاول يقول انا مسويها او انا انا سوت هاي الطريقة هاي لاحد يسمع كلامه لان الفيديو انا اول شخص نزلت هذا الفيديو لهذا اعتبره هذا الفيديو فيديو حصري يعني لاول مرة على اليوتيوب تنطرح هاي الفكرة اللي هي فكرة الفحص اللدات العاطلة عن طريق طريقة الاصبع انا سميتها طريقة الاصبع السحرية لفحص اللدات مصابيح اللدات وشمعات اللدات فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة